بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نفهم القرآن والصلاة الأساسي 3 منطقة سيارة 16A في المنطقة سنقوم بسيارات وضوء بعدها سنقوم بسيارة سنقوم بسيارة 64 قصة التي تحدثون حقا 22250 عام في القرآن نفهم بأننا يجب أن نقول بسم الله قبل أن نبدأ وضوء وقال بالنسبة لنساء الله قال من أن تقوم بسيارة سنقوم بسيارة وضوء ثم يقول المساعدة بسيارة 8 قرآة جنة لهم يمكن أن يذهب إلى كل من هذه قرآة يرغب إلى أشهد أن أعلم أن لا إله لا يوجد الله إلا الله أعلم الله وحده Sukarni وحده شركة شركة مشرك كل هذه مجموعة من الانتماعية لا شريكة لا يوجد مجموعة له واحده لا شريكة له نحن نتقل فيه ونحن نتعلم أي مجموعة بلد أنه لا يوجد سعر لأن الله ستنعى لا يوجد شرق لذا انتظر المجموعة بالشرك في العوام التقليل في هذه المجتمع نحن نقل في الله ويقب بشأننا في حياتنا هناك مباشرة جدية للاحظة. للاحظة الله تساعدنا نفسي، نقاط، ومقاط، ومقاط، ومعاناً، ومنعاً، ومعاناً، ومعاناً، ومعاناً في الله. أكثر تصوير 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 هذه الناس. لذا لكي تنظر تصوير القرآن، تفسير، حديث، وصيراتها. وكذلك تبغيان لأن الله هو الم chař write of all the humans and the races and regions and languages and colors everything is his property and we should respect Allah's property and we should have the highest degree of self-respect and self-esteem because Allah alone is the possessor of all power none of the besides him can benefit or harm a person or provide for our needs or give and take away our life or wield authority or influence ونجدنا أن نكون مضحين وقفين لأن لا حول ولا قوة إلا بالله لا يوجد مدينة ولمحاولة مثلاً مع الله لنجدنا أن نكون محاولين أو فائقين ونجدنا أن نكون متحمسة ومعاملين لا يوجد مستخدمة أخرى من الأسفل ومن المحاولة ونجد السبب ومشأن في التحقيق ونجد أن نجد المساعدة يجب أن نجد أن نفكر صحيح عن الله أن الله ستقوم بعمل ما هو جيد لنا فقط تحرير تتحرك في الله كما قد قرار من العلمان سوصيد في المسلمين اتبعوا عيش والموت لا يمكنك ان تحرير أو لأجناء أو شخص لا يمكنك ان تساعد من أحد وإن تحرير ونقوم بإمكاني لأن المباق العنوان قدر رموان ومعاق 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 وإنه وإنه يجبه لكي يرغل لذلك لا يجب علينا أن ننسى شخصاً لا يجب أن ننسى شخصاً فقط تسأل الله ونحن نحاولنا جزاكم الله خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته